الحلقة بعنوان بكل وضوح الحلقة مئتين وثلاثة عشر أسئلة حول حماس وإسرائيل I like this اللي أنا بهتم فيه مع الأخ رشيد أنه بحسه إنسان متوازي بالأفكار فخلينا شو شو عنده في هالفيديو دعونا نبدأ إذن عشرة أسئلة حول حماس وإسرائيل السؤال الأول هل حركة حماس حركة مقاومة؟ هذا ما يقوله الجميع لها الحق في أن تفعل أي شيء ما دامت فلسطين محتلة هذا ما يقولونه البادئ وأضلم يعني إسرائيل هي البادئة خلينا نشوف هل فعلا حركة حماس هي حركة مقاومة؟ ما فيش أفضل من تسمع من الشخص نفسه هذا ميتاخ حين تأسست حركة حماس حركة المقاومة الإسلامية هي دينية أولا الإسلام منهجها منه تستمد أفكارها ومفاهيمها هي حركة دينية وتصوراتها عن الكون والحياة والإنسان وإليه تحتكم في كل تصرفاتها حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين إذن حركة حماس هي حركة دينية هي دراع ميثاق مهم الصراحة جدا مهم وأنا حكيت عنه في فيديو سابقا هذا الكلام أنه لما قلت أنه أنا بعتبر حماس حركة إرهابية كثير في ناس زالت موضوع أصدقائي بسئروا هذا الميثاق نفسه ليقترحوا رشيد ترحب حركة مقاومة الإسلامية بكل مسلم اعتقد عقيدتها فقط المسلمين ومسلم الأرض جميعا كل مسلم أنا أقول هذا الكلام لأنه في كثير من الناس غلطانين في حماس يفتكروا أنها حركة مقاومة المادة التامنة هون هلأ بختلف معك هاي الفكرة مفهوم أنه هي حركة إسلامية لا يعني أنها ليست حركة مقاومة صديقين هي حركة مقاومة إسلامية هي هاي الفكرة تبعها وحاليا بفلسطين هي الحركة الوحيدة لبقيانة وحكيت أنا بالفيديو السابق طبعا فلسطين وإسرائيل لو لو وجود حماس لحتى كان تبخر الشعبي الفلسطيني تماما كان تبخر يعني أنا اللي واضح شايفه بالقضية الفلسطينية أنه أي حدا حابب يتخيل عدم وجود حماس النسخة موجودة يعني عادة فيه ناس بيقولك يا ريت نرجع بالزمن لورا ونمحي حماس ونشوف شو بيصير نحن ما فيه داعي تعملوا موجود هذا الشي اسمه الضفة الغربية بس أنت تفرجع الضفة الغربية شنو عم بيصير مع المسلمين وشنو عم بيصير مع الفلسطينية هناك وبتعرف تماما شو المنظر تبع الاندماج الإسرائيلي والفلسطيني من دون حماس بالضفة الغربية عندك موجود العنصرية اللي عم تصير ضد المسلمين والفلسطينيين أهل الأرض التهجير اللي عم تصير سرقة البيوت تمييز العنصري بيتعاملوا معهم فيه بالقوانين حتى المحلية تبعوهم القوانين الحكومة الإسرائيلية الشهادات السواء المميزة اللي بياخدوها الشوارع المميزة اللي بيقدروا يسوقوا فيها بأوقات معينة السجون يبس جنوهم والسياج بيحطوهم بين البيوت والبيوت الآخرة وأحيانا أحياء كاملة ممنوع يدخل عليها مسلم ممنوع هون بتشوف شو بيصير لو لحماس فما في داعي نرجع بالزمن وقول يا ريت عنا قالت زمن ونمحي حماس نوع عندك تجربة ضفة الغربية هذا المنظر هون أول نقطة تاني نقطة لما بتقول أنت مشكلتي مع حماس أنه هي حركة دينية إسلامية وهذا الشي بيأسقط من عليها حقم فكرة المقاومة ما باتفق معك هون إلا زي أنت كي أيضا هلا بفيديو مستعد تقول أنه إسرائيل نفس الشي لأنه إسرائيل صديقي هي أيضا حركة دينية والتعصب الفكري تبعها موازية تماما للتعصب الحماسي تعصب حركة حماس متماما مبنية على فكرة يهودية وصولية أساسية اسمها القبة المعدنية القبة الحديدية تبعهم هاي نفسها اللي بيبسوها اللي بيبسوها على راسهم هاي شان تحميهم من صخة الله اسمها القبة هذا اسم ديني البرلمان تبع الإسرائيل اسمه الكنيسة أصدقائي التصور الديني اللي أنت يرافضه من حماس وما أسقط من عندهم حق المقاومة لازم يطبقه تماما على اليهود ساعته أو ما فينا أقول اليهود لأنه مو أغلب اليهود مو كل اليهود ضد شو اسمه فرسطينيين فيك خانين يقولون يطبقه على الصهاينة يعلم الصهاينة جيدة فإذا أنت رافض موقف حماس لأنه هنن أصولية دينية متطرفة ولا يجب أن يسمى مقاومة لازم أقول أيضا أن الصهاينة نفس الشي الصهاينة أيضا ما بيحق لهم يعملوا هذا الشي اللي عام يعملون لأنه هنن أيضا فكرة دينية أصولية ومقصائية للآخر إذا فكر الصهاينة هنن مع الاندماج والليبرالية والانفتاح العلماني على آخرين بتكون غلطان صديقي غلطان 100% فأتمنى يأكمل الفيديو ووضحنا وش يتنظره مش حركة مقاومة ليه لأن حركات المقاومة تضم كل الناس حركات المقاومة تضم كل فئات تمثل لو هي حركة مقاومة فلسطينية تمثل الفلسطيني مالهاج دعوة بالبنجلاديشي وبالباكستاني وشي الآخر أنه تضم ليس بالضرورة صديقي ما في حركات تاريخيا ما في عنا أمثلة لحركات بتضم فعلا الشعب كله كل أرضية تبعنا الله نفسه مو بتفقين عليه الله نفسه مو بتفقين بدك يتفقوا البشر على حركة واحدة تنثل الشعب كله هذا موقف غير مبرر هاي الجملة اللي حكاها ما فيك تلاقي حركة معينة بإرنة معينة بدولة معينة بتطبق آراء ورغبات الشعب كله مو مزبوط هذي كلام زائد أنه بقدر واحد يرد عليك بهذا الموقف يقول لك حماس بحال انتصرت هي صحيح معا بتقاتل للدافع عن الملحد وعن المسيحي وعن اليهودي هي وقت الجد ما بهموه هذول هي حركة إسلامية صحيح لكن بيقدر بتاحت شريعة إسلامية بيقدروا يستقبلوا هذون الناس يعيشوهم بيكون اسمهم أهل الذمة وناس مثلي أنا مرتد يقتل لكن موجودين بيقول لك فينا نتعايش معهم إذا بيتوب قصي بيطار عن الدعوة والمسيحي إذا بيتفع جيزي عن يد وهو صغر زي العسل بيقدر يعيش فهيعم يمكن رد عليها بطريقة طبعا محزنة للأسف لكن يمكن بحتى الأطياف الأخرى الملحد والمسيحي والديني وكل شخص يريد أن يدافع عن أرضي حركة المقاومة ما تستهدفش المدنيين هي عن قصد تستهدف المدنيين عن قصد مش بالغلط عن قصد كم حافلة فجرتها حماس كم مقهى فجرته حماس كم يعني الأبرياء أخذتهم كم واحد اختطفت وحماس ملوش علاقة بالجيش ماتكلمش عن بتوع الجيش كم واحد قتلتهم من الأبرياء كم صاروخ لما بتبعته بعين مغمضة هي ما بتميش بعين مغمضة يجي في أي شيء في إسرائيل مش مهم حتى عرب إسرائيل لمدة طويلة كان عندهم تصور مو بس حماس يعني حتى الأجنحة العسكرية الثانية إنه إذا منقتل المدنيين بما فيه الكفاية لهم ما بقدروا يواجهوا جيش ما في شيء اسمه حربي اللي بيقول الحرب في فرصة It's not ما لا حرب صديقي الجيش الإسرائيل أنت ما عم تقاتل إسرائيل بالبنطقة أنت من 48 و40 وبال67 وبال73 الدول العربية ما قاتلوا إسرائيل قاتلوا أمريكا وقاتلوا الداعيمين تبع إسرائيل هذا اللي تقاتل الجسر الهوائي اللي مبنى من أمريكا لإسرائيل اللي فوزنوا الحرب نحنا قاتلنا أمريكا الدول العربية فالناس بتقول حرب بين إسرائيل فسلي It's not أنت عم تحكي على الجماعة ما عندهم أي إمكانيات عسكرية جيدة وناس مؤهلين بأحسن وأدق وأطور التطور العسكري بالوقت الحالي تبعنا بكوة أرضية كل شي تطور عسكري موجود بإسرائيل فسلي ما لحرب موازية هي فلمدة طويلة كانوا فاكرين حركات العسكرية للفلسطينيين فاكرين إذا منقتل أو منخوف مدنيين بما فيه الكفاية مناخد الهدف تبعنا ومننتصر لو ما بيدروا يواجهوا الجيش فبيقاطلوا المدنيين It's stupid move حركة الخيصة حركة غبية أيضا لكن ما عندهم حال ثاني إذا فكرك إذا جمعوا سلاحك ما فيه الكفاية حماس بقدروا يهاجموا الجيش بقول لك يلا تعالوا نطلع على سيناء أنتوا 1v1 بنعمل إحنا الاثنين منتقاتل مع بعض ما بيدروا بحياتهم ولا ممكن نصير هذا الشي عسكريا إسرائيل دائما بتفوز الحركات هذه العسكرية الحل الوحيد كان عندهم يضربوا مدنيين لأنه ما عندهم شيء ثاني هل هذا الشيء مبرر أكيد لا لكن ما فيه شيء ثاني يعملوا ما عندهم شيء ثاني بقدروا عليه لا عندهم قوة عسكرية ولا عندهم قوة سياسية فبيدروا يتقاوع على هالمدنيين اللي هو شيء محزن للأسف لأنه بعرف أغلب الناس هم تسمع مدني إسرائيلي أو مدني صهيوني حتى بفكروا بأنه هذا الصهيوني اللي إجاب الـ 48 وسكن غصب العين نو هدولي أجيال جديدة ما بيعرفوا شيء أجيال اللي ولدوا بهي الأماكن وما بيعرفوا فكرين حالاً هاي الأرض تبعوهم ومعلمينهم أنه فيه حيوانات بشرية بالطرف الثاني بدون يقتلكهم ما بيعرفوا شيء إسرائيل بيأتي فيهم حتى مسلمي إسرائيل بيأتي فيهم مش مهم المهم أضرب سميها حركة مقاومة السؤال الثاني هل حماس تمثل الفلسطيني بيطلع لي أصوات بيقولوني حماس لا تمثل الفلسطيني احنا ضد حماس بس حماس لا تمثل الفلسطيني أنا مش شخص أمشي مع الكلام أنا أعطيني معطيات أعطيني معطيات لي حماس لديها شعبية وسط الفلسطيني ما فيش شيء يمثل كل الشعب ما فيش أي تمثيل للجميع مئة في المئة في العالم لكن اللي بيحوز بأصوات الأغلبية يمثل يمثلوا نص نا نا صديقي رشيد نا ما أنا ظابط معك إلا إلا إلاك ليش أنت عم تطلع على الحقب الزمنية الأخيرة اللي هي من 2006-2005 وطالع وعب تقول بما أنه الأغلبية صوتوا من أهل غزة لحماس فيمثلوا نص اللي هي بالنهاية شو ربحوا حماس ربحوا 52% من الأصوات يعني حرفياً 50% منهم ما بدون 50% ما بدون حماس كان ما صوتوا له حماس المهم أنت عم تطلع على الحقب الزمنية الأخيرة من 2005 وطالع عم تقول شوفوا الشعب غزة 52% صوتوا فيمثلوا نص كلامك غلط لأن إذا كنت تطلع بشكل خلينا أقول محايد وواقعي أكثر الموضوع إذا كتحكي من 1948 من وقتها لحتى تعرف شو هو أو خلينا أقول الإجماع الرأي المجمع تبع المجتمع شو هو لما بـ 48% بلشوا الصهاين يدبحوا بالعرب أو أهل المنطقة كان في حماس هونيك شيء حدا صوت لحماس وكان في تصرفات إرهابية متطرفة وفردية أكيد موجود هذا الشيء كان لكن ما كان في مجمع ومنظمة ومجتمع العربي كلهم استعاد يصوت لأنهم من الـ 48% الصهاين عم يدبحوا فيهم لـ 1987 لحتى وجدت حماس لـ 1987 وما حبوها حتى الناس حماس كان عندها مشاكل كان تقتل فلسطينيين نفسهم فيه ناس كانوا يجبروهم يعدوا بالأماكن اللي عميز عليها قصف شان يشحدوا عليهم إعلاميا تاريخيا هذا الشيء قبل الـ 2005 يعني وكان فيه ناس حتى يسمعوا عنهم بسم إنه بدهم سلامي أخي تعالوا نعمل سلام مع إسرائي بيجيبوه بيدبحوه هو وعائلته للزلم الزلمي فلسطيني بيكون أبا عن جد فحماس عملت مشاكل مدة طويلة والشعب رافضة كان ونوجدت بالـ 87% وما تصوت لـ 2006 لـ 2006 اللي صوتوا له ومين هالجماعة المهجرين اللي قاعدين بالقطاع هذا الصغير اللي كانوا بالبلد اللي هون انحصروا وصاروا شيء بالضفة الغربية قاعدين تحت التقسيم العنصري وجماعة بيغزنوا شغال القصف عليهم يلي نسحبوا بالـ 2005 نسحبوا كانوا موجود صهاينة قاعدين معهم بغزة نسحبوا لأن المخطط كان موجود أصدقائي شو هو من أعلن حماس حركة إرهابية ومنخلي الشعب غزة يصوت له ومنقول هاي منطقة إرهابية وهي خطة نجحت معهم إسرائيل شاكو في ناس بيقول لك انسحبت إسرائيل في 2005 من غزة ليش ما بتحكم الموضوع لكو انسحبوا وعطوهم الأرض ما انسحبوا وعطوهم الأرض كرم أخلاق منهم انسحبوا لأنه عندهم مخطط أنهم يخوفوا العالم أنه حماس هي المضاد الوحيد للموساد عم آخر شي بيصوتوه للشعب وبعدين بيهجمع المنطقة بسوهوا حركة إرهابية المنطقة كلها وهذا اللي عم نشوفه اليوم اليوم إسرائيل شو بتلك نحن عم نقاتل حماس عم نقاتل الإرهاب صالوا قاية قاتلين خمسة عشر ألف إنسان بغزة بهالوقت تبعنا يلي هنأ أغلبهم ناس ومدنيين وأبرياء وأطفال ونساء وعم تلك نحن عم نقاتل حماس هاي الخطة اللي كان بدهم إياها ونشحت معهم اليوم التطبيق تبعها لهذه الخطة فما فيك انت تجيلي على الحقبة الزمنية الأخيرة من ألفين وخمس ستة وطالع أخي رشيد قال لي اللي يكون الشعب صوت إنه خمسين من المية فيمثل ونص لا يمثل صديقي إذا النسبة وتناسب إذا منمشي بالتاريخ فلسطيني منشوف أنه أغلب الشعب ما كان بده حماس والحماس ما بده ثورة دينية إرهابية متطرفة للآخر بده انسلام كان بشروط معينة قد تكون يعني ممكن نفوت بالحوار إنه فلسطينيين رفضوا شروط معينة بالمعاهدات ومو المعاهدات بالاتفاقيات رفضوا بعض الشروط ممكن نفوت بهذا الحوار إنه ياريته نوافق وياريته نقبله بس لكن ما فينا نعتبر رفض السياسي على الطاولة ما فينا نعتبره إرهاب ما فينا نقول بما أنه الحكومة اللي مصوطيننا هن رفضت بعض الشروط الإسرائية فهلأ بيستاهلوا يمسع فيها الأراضي ويتشردوا وينقصفوا ويتقطعوا أولاده عندهم وما فينا الرفض السياسي ليس حركة إرهابية هو رفض سياسي بنحل بطريقة سياسية لكن مو هذا اللي صار أنا بعرف الرشيد مثل ما حكيت بالبداية بعرف إنسان منصف شوي فكريا جايلي على آخر أنت عشر سنين عم تقلي ليك شوفش العنصوريين وشوف الفلسطين عاديين بغزة هالغزة مليونين وميتين ألف نسا ميعايشين بغزة منين أجوا فكرة غزة كان فيها ميتين كانوا من كل فلسطين هدون الناس تهجروا ونجمعوا في ناس فلسطينيين جايين ضيافة على غزة مو أهل غزة هنه مهاجرين من فلسطين لفلسطين عاديين بقلب غزة ومحصورين وعن بشتغل قصف عنهم بتقول ما هنه يصوتوا فيمثل ونص لا يمثل صديقي شو الكلام هذا حماس تمثل الشعب الفلسطيني في هادي الصراع الصراع هو بين مين ومين نون في هادي الحرب على الأقل بين حماس وإسرائيل نون الشعب هلأ حاليا الحرب هلأ حاليا بالتشسيد الواقعي طبعنا عايشين بالبرد وبالجوع هاي الحرب بين هذول الاثنين حاليا مين اللي قتل ألف و يعني حتى حماس نفسه إذا حابب إنه والله عم يتحاربون هنه مبلشوا المعركة وكذا قاعدين بالأنفاق مدنيين هنه اللي عم بيموتون 300 شخص مين اللي أخذ رهائن مئتين شخص أو أكتر حدلان وصلوا 1300 و 1450 على ما أعتقل طب وين كان هذا نفس الكلام اللي قلنا له الشريف جابر بنقول لك يا وين كان هذا الغير على الإنسانية اللي أنا معك اللي عمله اللي عملته أنا مع بقوله عملته والله حماس جيد حركة إرهابية عملت عملت حركة إرهابية إنه فاتوا على الناس مدنيين عم بيحتفلوا أتلوهم ودبحوهم وأخدوا منهم لكن هاي الغير على الإنسانية وين كانت بهاي السنين الماضية صديقه هو عم ينقصف الشعب الفاسطيني بشكل يومي عم يتهجروا من بيوتهم والألم اللي عايشينه وين كانت هاي الغيرة نفسي اللي حكاه شريف لما طلع شريف فجأة أعلم بأنه هو ضد حماس يعني شو نحن ضد حماس والله لازم نسفق لك أنت شو هالعبقرية طبعا حماس هي لاست رزورت لهذا الشعب اللي هو ما بده إياها كان شعب ما بده حركة إرهابية الدافع عنده لكن ما في حال تاني أنتوا تخيلوا أصدقائي لو عايشين بغابة نحن لو حيوانات في عنا ذئاب عايشين بهالمنطقة وغزلان عن شيء بهالمنطقة الغزلان ما بدهوا يدافع عن نفسه الزياب كل فترة بيجوا بياكلونه وابنون بياكله كذلك ما بيروا يدافع عن نفسه لكن في مث هيك في اسطورة أنه في دب وحشي ساكن بهالمنطقة وبيطلع بيدبح على كيفه أحيانا وما عنده غير تصور واحد هذا الدب اللي هو بس بده هو يعيش ما بيهمه الآخرين لا بيهمه الغزلان لو بيهمه الزياب صطفة هاي الأمور أنه هذا الدب طلع هاي المف هاي طلعت حقيقيا وجدت هذا الدب وراح دبح الذئاب وصار يقتلون منهم كذا لأنه عم بياكلوا له الغزلان طبعا لي هو بيستفيد منهم هاي هي حماس صديقي ممكن التوصيف يكون شوي ما له دقيق يعني لكن بثمانا يكون صورة وصلت ما فيه الكفاية التصور ما له يعني فيه تفاصيل كثير أخو جالي راسي أنا عم فكر فيه نجاب عليك نفوتهم بس إتس أوكي لكن التصور النهائي نوعا ما هو هيك شي هي حركة إرهابية ليست مرغوبة من الشعب لكن ما في حال تاني لو لهذا الدب ما اجا وبلش يدبح الزئاب ما في شي تاني دافع عننا نحنا عم نموت فخلي هذا الدب يأكل مننا كل شهر غزال واحد أحسن من الزئاب يأكلوا مننا كل شهر 200 هيك صاير فيه الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني على الآن بين الصهاينة وبين حماس صديقه وعم بتخبطوا هنين ببعض فتعمل يهن اختاروا هنن وصوتوا هن وجابي للإحصائيات طبعا لفين وستة وصوتوا طلوا على التاريخ فلسطيني يشوف وين حماس كانت من ثلاثين دولة إذا كانت حماس لا تمثل الفلسطينيين أين هي أصواته الفلسطينيين تخرج للشارع ما سمعناهش فلسطينيين صراحة بعض الفلسطينيين يستحقون قصف لأنهم بعضهم كل ما صار شي يلوم الدول العربية وتكلمون عليها بسوء وناس ما عندهم تقدير مع أنه كان تكون في مساعدات وفضل إسرائيل على دولة فاشلة مثل إيراق يكون اسمها فلسطين صديقي بداية أنت عندك سوء فهم للتاريخ المنطقة المنطقة هاي اللي كان اسمها بلاد فلسطيني كان فيها كان فيها مثال غير موجود من الأماكن المجاورة هنا عايشين عايشين مسيحية مسلمين ويهود نفس الوقت بطريقة جيدة بتعوازهم جيد وحدا بداية حدا هذا ما كان موجود بدول تاني لأسف كان فيها انصرية فعندك مثال فعلا بقدروا يتعايجوا هدول الناس من أطياف مختلفة فلسطين أو هاي منطقة طبعا القدس كلها كانت تعتبر محور اقتصادي وسياسي أيضا وممكن اعتبار ثقافي لهذه المنطقة فكان فيها كتير تنوية للناس ففكرة أن هدول لو هن مستلمين كانوا حيكونوا مثل مثل أي دول فاسدة هذا غير دقيق تاريخيا أولا ثانيا صراحة بعض فلسطين بيستحقوا القصف ليش؟ لأنهم بعضهم ما صار شي يصيروا يلوموا الدول العربية وما عندهم تقدير صديقي هل تسمع شو قلت انت من شوي هدول الجماعة بيستحقوا بعضهم بيستحقوا القصف لأن المساعدات اللي يجلون ما أدروها فالسؤال بيصير لو أنا وياك ما يشين بالشارع هلأ أنا وياك وشفنا واحد هومليس بالأرض رجاء أنا عطوني مساري عم عطيته مصاري عم تف علي بزق علي هلأ أنا هلأ منبورر بإسحب السيف وإطاله رأسه إزامي برأيك هل بتقول بأن القصة يعمل رياكشن أوفر ولا بتقول لا بصراحة يستحق أنا شايف شيء جيد جدا هذا عم بيحكي أنا عم سيناريو إن كان كلامك صحيح أنه فينا عم يجرون مساعدات ومعاجبون هنا فبعطرت معك بهذه الجملة صديقا إذا كانت حماس ومثل الفلسطينيين أين هي أصوات الفلسطينيين تخرج للشارع ما سمعناش فلسطينيين ما سمعناش حد تبرق من حماس ما شفناش حد طلع وقال أنا أتبرق من أفعالي حماس خايفين بعض الناس بيقولك خايفين طب خايفين خلاص طبعا خايفين صديقي لأنه تبرق من حماس هو ضفة غربية جديدة بغزة مثل ما حكينا من شوي هذا الدب نفسه أعطيتك يا المثال أنت تشوفته لهذا الدب عم يدبح الزقاب عم يزعجهم عم يدافعهم الغزلان شوي عم ينتقلت طيب هاي الدب لكم وأنتو قلتوا ما بتكون يا لكم وجدوا وأنتو ساكتين طبعا ساكتين ما عندهم الحن تاني لأنه إذا شو بتاعوا نقتله للدب بتاعوا نحنا نغدر فيه للدب ونقتله واحدهم يجي الزقاب يجيوا عم يستفردوا فينا من أول وجديد صديقي طبعا خايفين ينتقدوا للدب طبعا خايفين حتى يروح الدب لأنه هو الحل الأفضل لهم حتى لو ما له الحل المتمنى هو الحل الأفضل بوقتنا الحالي هو ليس حل أصلا إذا فكرك حماس هتنتصر بهاي المعركة إذا رجعنا على المثال نفسه هذول الزقاب ما حياكلوا لهذا الدب هذا الدب منتهي شغلة وقت فقط ما حقدر يسموك فحتى هذا الحل يعني أنت أنت تطلع هذا الدب دافع عن شوية الغزل نعم أنت ما عجبك لأ انتقدوا وألعوه ما عندهم شي تاني بيصيروا بالفلة بيفيوز الزقاب بيرجعوا بيأكلوا منهم يوميا مئة واحد عواضل واحد يوميا تشيزيزيز منه الكومي حماس نجحت في الانتخابات أخذت غزة مساكتها بمباركة الشعب ممكن ترجعوا لأسوشية البرس نقلة عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية أنه في 2021 53% من الفلسطينيين آه 53% ومو 52% آسفة يأمنوا أنه حماس هي الممثل المستحق للفلسطينيين وأنها تقود الشعب الفلسطيني أنا حابب عن جد عقل منصف إنسان منصف بس حاولوا حاولوا زفيكم بس حاولوا زفيكم من الـ 48 حتى فينا النقاش من 1920 حتى فكرة من حرب العالمية الأولى يمكن نقاش لكن خلينا بالنكبة عقل شوي محايد فكروا أو حاولوا تفكروا بالألم والأزى والضرر والهجرة والموت اللي حل على أهل هاي المنطقة من الـ 48 لوقتنا الحالي تصوروا الحجم تبعه بعدين يجي لكم هادول الجماعة ضلوا للـ 2006 لحتى 53 فقط قالوا يمكن جماعة إرهابية هي الحل الوحيد يمكن ينساعدنا هل يبرر أن نقول أنه هادول جماعة إرهابية فعلاً هذا مجتمع إرهابي عن جد أنا حابب أخذ إيجابة منكم أنا شايف أنه فيه اعتراض آراء which I love هأرجع أعمله صياغة تانية خلونا نحاول نتخيل الألم والموت والعذاب اللي صار بأهل هاي المنطقة من 1948 لوقتنا الحالي أمو لوقتنا الحالي للـ 2006 ويجي لكم أنا بعد كل هالألم والموت والتشريل والتهجير والحزن والضرر يصارها المجتمع للـ 2006 لحتى فقط 53% منهم قالوا إذا ما في غير هادول الجماعة إرهابية يدافعوا عننا نحن لا عنا مجتمع دولي يدافع لعنا مجتمع عربي ما أحد يدافع إذا ما عنا حل غير هذا الدب البري المجرم يلي هو عم بياكل مننا أحيانا بس أحسب من الزئاب إذا ما عنا غيره 53% وصوت وقالوا نعم هل هذا يعني أنه هذا مجتمع إرهابي؟ عن جد لا يمكن وصف هذا المجتمع لأنه إرهابي لا وبل لو 98% وبصوتين أيضا لا يمكن وصفه أنه مجتمع إرهابي يمكن وصفه أنه مجتمع خسر كل شي وما عدت عنده شي يخسره يمكن وصفه أنه مجتمع جرب كل شي وما عنده أي حلول تانية هذا اللي يمكن وصفه حتى لو 98% أنت جاب 53% حاطلي عليها خط أحمر عساس شوف هاي شفتلك بعينك شري هذا الحكي من 2006 عم نحكي كلها المدى ساكتين الجماعة بلتاعي أنه السلطة الفلسطينية فقدت الشرعية ما ليه أخذت حماس شعبية لأنها الأكتر عنفا تاريخ بدرستي للتاريخ الفلسطيني بعيد عن مشاعر بعيدا من كل شي كل حركة تبنت وزايدت على العنف تحوز بالشعبية وسط الفلسطينية أنا لا أقول هذا ضد الفلسطينيين أنا أقول معطيات الإحصائيات وخراءة التاريخ تقول ذلك تزايدت الحركة على العنف كلما صارت لديها شعبية لدى الشعب هل هذا يعني أن كل الشعب موافق؟ لا طبعا هلوة يا أخي رجيد هذه الحركات أنا أطرح لك عشر دقائق أنه شعب إرهابي شعب عنصري هو الشعب بده حماس هذا الشعب هو حماسي أصدق وهي المنظمة إرهابية آخر شي أقول لك هل بثلاث ثواني هل هذا يعني أنه كلهم أكيد لا هلوة هلوة عشر دقائق يعني أبوضح لك أنه إرهابيين بعدين ثلاث ثواني بمرألك كلمة وتجد نوع يعني مو بالضرورة لكن هل هذا يعني أن أغلبية الشعب موافق؟ نعم لازم نكون صرحة لازم نتكلم بوضوح هادر كنت من ما نيصير قائمة من الجماعات الإسلامية هل هناك منظمة سلمية واحدة؟ مش هذا المجدى اللي حصل يا قصي هم تشبثوا بالعطاء الديني للموضوع؟ نعم صديقتي مريم لكن مرة تانية أنا عم بيحكي عن الفرق بين أهل البلد هاي من الـ 48 للـ 2006 ومن بعدها الاختلافات اللي صارت عندهم بعد ما نحصروا كلهم وهاجروا ونزلوا تهجروا على غزة أهل غزة هادولي مو هنن نفسهم اللي قرروا يقسموه للبلد أعم أهل غزة هنه 200 مليونين و200 هادول الناس من فلسطين كلها هاجروا على غزة ونحصروا بهالسجن المفتوح فأنا لما بتقولي مجدى اللي حصل لخسين تشبثوا طبعا تشبثوا صديقتي تماما مثل ما كده عم بيحكي لك مثال الدب من شوي هادول الغزلاني اللي تشبثوا بهذا الدب هل منعتبرهم إرهابيين؟ ليس بالضرورة ما عندهم حل تاني هذا الدب مئذي لكن هذا الحل الوحيد بيدافع عنهم بالغابة اللي عايشين فيها فهذا اللي أصلي أنا لأطول مدة الشعب فلسطيني كان ما عندهم حماس وما عندهم هاي لصاص لآخر فترة صار عندهم و53 فقط صوتوا وعملناهم حركة إرهابية واشتبع إرهابي ومرة تانية أصدقائي كل هذا الحكي أول ما منقول التصويت اللي صار بغزة ب2006 أول ما منقول هاي الكلمة لازم ما نتجاهل أنه طول هالمدة ما كانوا موجودة هاي الأشياء ما قبل كانوا موجودين أكيد يعني حركات بأسماءهم لكن الشعب ما عنده تقبل مباشر لإلهم كان بس نتذكر المواضي طبعهم لهدول الناس اللي هو حرفية نحنا عم نحكي على أهل أرض مستعمرين من ناس تانين في ناس مستعمرتهم وبعد كل هالسنين هذا اللي طالع معهم بنقول عليهم الإرهابيين ما بعرف كيف ونظمة التحرير كانت عنيفة كتائب شهداء الأقصى هو الأجنحة والعركات متدخلة الجهاد الإسلامي ألوية الناصر صلاح الدين حماس أيلول أسود أبو نيضال جبهة الشعبية لتحرير فلسطين وريني واحدة في هؤلاء لم تتبنى العنف طبعا زيشو لحظة الريك واحدة ما تبنت لهم في هي الحكومة طبعا بأواخرة فينا نتبر الحكومة فلسطينية وشو النتيجة تبعها المجتمع الشهف شو النتيجة النتيجة تبع الحكومة لما نحن نصوت للحكومة مثل هذا عباس شو اسمه للمستلم الرئيس يعني بلا طعم الحكومة كلها النتيجة هي الضفة الغربية النتيجة هي مثل ما حكينا إقصاء عنصري لناس عايشين كأقلية وبيتعاملوا كأقلية مهانة بالبلد تبعهم النفسه أخونا أبو مازين نعم فهذا النتاج تبعهم كان لما نصوت للحكومة اللي هي بترفع عليها دوليا هذا اللي بيصير فلا خلينا على هذا الدب الوحشي اللي أحيانا بيضربنا لأنه هو سيء ومجرم بس what can we do إيه يا سمعة الجماعات المسلحة الفلسطينية سمعة زفت سمعة زفت في العالم تكلم مع أي محلل بيدرج دراسات لماذا نحن أخي رشيد عم نحط المجتمع الفلسطيني يعني أنت حاطت القضية رابطة بهدول الجماعات المسلحة الفلسطينية مشكلتي لكن مع هذا الطرح نحن أنه يبدو الفيديو تبعك هو محاولة مقارنة بين إسرائيل وفلسطين يعني أو خلينا نقول الشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني لكن عواد كلمة شعب الفلسطيني تحاطت حماس عم بيعطي هذا الوهم أنه المجتمع الفلسطيني هو كله هيك أنه كلهم حماسيين إرهابيين يعني أنت هلأ من شوي التصويت الإرجيتمية هو 53% وبغزة هذا الحكي فحس حركة الخيصة لأنه of course لا حتفوز أنت حتفوز بكل سهولة إذا عم تقارن أي حدا بمجموعة إرهابية كما للمضحك أو الأيرانيك أنه أسر الصهاينة مو بالضرورة بيفوزوا أخلاقيا عليك جماعة هنالتنين نفس المنظر لكن خلينا نتابع الفيديو نشوف فأنت عم تقارن مجموعة إرهابية بمجموعة إرهابية ونسيان الشعوب اللي تحتها صديقي نحن بدنا الشعوب ما بهمنا المجموعات هدول أو ما بهمنا النتاج اللي صار بسبب ضغط على مدى عشرات السنين خلينا نحكي على الأساس اللي هو عقلية الشعب نفسه الإرهاب أو درس الجماعات الإسلامية سمع زفت أكثر الجماعات اللي اغتالت ناس في العالم اللي اغتالت سياسيين كبار مثل اغتيال السيناتور روبرت كينيدي في 68 اغتيالوا واحد فلسطيني قال لك ليه بيساعد إسرائيل أو بيأييد إسرائيل اغتيال وصف التل رئيس الوزراء من طرف منظمة التحرير الصهايين أصدقائي ما اغتالوا حدا وما أقتلوا حدا أبدا من أي أرنين اغتيال وزير التقافة المصري واحد عراقي واحد فلسطيني لكن اغتالوه بسبب أنه أنا ماريش جعب علي مجاب علي قوة معهم مغارضة وأنت أيضا فيني بكل بساطة قال له هاي الصهايين يعملوا كذا عم استنر يشوف هو شو هيحكي عن الصهايين من بعد شو ما أستعجل لكن بتمنى تكونت عم تعمل مقارنة متكافئة بين اثنين لأنه إذا هدول برأيك إرهابيين بسبب هاي الأعمال ما بعرف شو ما بدك تنفدون للصهايين بصراحة المؤيد للاتفاقيات السلام أي واحد أيد للسلام أي واحد قال أو ساند إسرائيل بيحاولوا يتخلصوا منه فلما يكون عندك تلت دول هنا اغتيال شخصيات كبيرة فيها من طرف الجماعات اللي بتمثل القضية الفلسطينية عايزين هذه القضية تكون سمعات هائية بين يوبين حماس مو بس مجرد مقاومة مو مجرد ناس طبيعيين هم مثل داعش الفرق أنهم هي حركة مقاومة يعني حركة إرهابية أيضا نعم راكسي بالتفق أن هي حركة إرهابية هنا ماله الناس سويين بالعقل لكن حكيت أنا مسبقا ومكررها مرة تانية لا يمكن مقارنة داعش بحماس مع أنه نفس الأفكار ونفس العقيدة تماما هنا الاثنين لأنه داعش أنا قلت مرة هي حركة غير أخلاقية بوجود غير مبرر بمعنى أنه هنه غير أخلاقيين بالتعاليم تمعهم الأساسية إقصاء الآخر وقتل الآخرين ويبقى على المسلمين فقط وإن كان هناك غير المسلمين يجب أن يكونوا معاملين بدرجة تانية ونصارى وكفرة وملاحدة وجزية عن يديهم هم صغرون فهي غير أخلاقية لكن أيضا غير مبررة لأن الشعب ما كان بده إياها يعني دولة عراق والشام لما بلشت المعارك والمشاكل لهالقصص كان الناس بدت أسقط الحكومة تبعها يلا أرحل يا بشار الدكتاتوري حقي فالشعب العراقي والسوري كان بده ينقلب على الحكومة لكن ما كان حدا بده شريعة إسلامية الإجماع ما كان بده شرائع إسلامية ويقام فيها حد الردة على الصارق وحد الردة على الكافر وحد الصارق على الصارق والرجم على الناكح والمنكوح ما كان هذا اللي بده إياها فهي حركة غير أخلاقية وغير مبررة ما حدا بده إياها حماس هي أيضا حركة غير أخلاقية لكن للأسف للأسف مبررة للأسف لأنه ما عنده حال تاني ما في حال تاني فهنرجع على المثال نفسه تبع الغابة اللي كنا عم نحكي عنه لو الغزلان لو افترضنا انه هنين كان بدهم ينعزلوا عن الزئاب اللي عم بيأكلوهم فقرروا غزلاني هنين غزلان بهذا المثال هنين الشعب السوري والعراقي قرروا حتى ينعزلوا عنهم انه نحنا بدنا هنجيب مثال جيد في حائط فاسد اللي هنين الحكومات تبعنا في حائط فاسد اذا منبني صح بيصير حائط بيننا وبين الزئاب وبيحمينا منهم فهنين اللي بدهم يا كانوا انه هذا الحائط الفاسد المهتري اللي بيمرؤ منه الزئاب انه ينبنى ويرتفع هذا اللي بدهم يا قام طلعوا طلع الدب دفش الحائط ودفش كله اللي كأنا اللي موجود اللي هو داعي هيك عم بقولوا هو غير اخلاقي وغير مبرر ما حدا بده كان الدب يجي كان بدهم حائط بس هذا هو الشاب اذا مننتقل على فلسطين ما في حائط ما في شي ما لون غير هذا الدب اذا طلع يعني حتى هنين اللي ما بالدنيا متما شفنا ثلاث وخمسين بسمية فقط اللي صوتوا حتى هذون اللي ما بالدنيا مجبورين فيه ما عنا غيره بده يدافع عنه فهذا الفرق بيناتهم فهون بيصير مبرر داعش بتصير حركة غير اخلاقية غير مبررة وحمازو حركة غير اخلاقية لكن للأسف مبررة وجودها لنه ما في حال تاني فهي بحال فلسطيني بحال عدم وجود حائط أصلاً من أساسه وجود الدب أو الإيتاء بالدب كانت شغلة إيجابية بنسبة لهن حتى لو ما بيتفعوا معه لهذا الدب لكن أحسن من بلا خليش يدافع عنه هذا الفرق خليتوا لمثلكم أمام العالم الآن الذي يمثلكم دبح 1450 شخص ومحتجز الآن أكثر من 200 شخص ما سمعتش صوت واحد فلسطيني يقول أطلقوا الرهائم ما سمعت الصوت إسلامي من الدول العربية والإسلامية يقول أطلقوا الرهائم تعرف من أيضاً ما قال أطلقوا الرهائم صديقي نيتنياهو اللي عصروا عصر لحتى نجبر آخر شيء نحن هذول الرهائم حتى لو ماتوا رحيموتوا بسبب لحيروحوا بالمعاية مثل ما أقول بالشامي ما حدا بدوا الرهائم صديقي لأنه في مخطط إسرائيلي لمحوا الأرض بدنا نمحي الأرض عن بكرتها بيها ما بيهموا نشوفي بعدين ما حدا حكى يا هاي الثوء يعني نحن كلنا بيران وتكرار على إلنا اللي عملته حماس حركة إرهابية بهاي الاحتفال يفاتوا قاتلوا الناس لكن وين هاي الغيرة على الإنسانية والدم الأبرياء من هالسنين الماضية اللي عم يقصوا فيها الأبرياء يعني ما شفناك أنت وإلا بحلقة بكل وضوح طالة عم تقول الحق يقال اليوم بدون أي سبب إسرائيل عملت قزائف إيراني معينة أتلت ناس هدول وهجرت ناس هاي بيون ما شفناك تهلا شفناك طلعت غيران بس على الإنسانية اللي اللي تصبطها حماس وتش مرة تانية كلامك صحيح حماس عملت حركة إرهابية عملت جريمة بشرية لكن وين الغيرة على الجرائم بأماكن تانية اللي هي بسبب أنت تسأل نفسك ليش حماس عملت هيك ليش حماس عم يعملوا هيك تسأل نفسك لأنه عنا نحنا عنا شيء حرفيا اسمها مختصة لأرض جماعة مو من هذه البلد مو من هاي القرنة اجوا وسكنوا فيها وعم بيهجروا ويقتلوا السكان الأصلية هذا سبب وجودهم فشلهم منحل مشكلة حماس شلهم نمنع حماس من أن الناس تصوطها بالألفين وستة وشلهم نمنعهم أنه يرتكبوا جرائم منرجع منشوف أنه تاريخيا كان فينا نحل نحنا لألصة هذين كان فينا نعطيهم الأرض لهذين الناس وحقوقهم ونطلب أن نعيش معهم كلاجئين وندمج مع هذا المجتمع اللي هو صار تاريخيا وحصلت بأماكن تانية ويستطيعوا يندمجوا تاريخيا كانوا مع بعض فلعم لا أزدكم أكتر من هذا مسمع تصوت مسيحي عربي يقول أطلقوا الرهائن ليه أنا بقول مسيحي عربي لأن المسيحيين العربي لأنه قلت لكم بالبداية مسيحيين العرب أن أغلبيتهم مع غزة أو مع الفلسطينيين بالأحب مع عقلية القطية الإسلامية اتأدلجوا أيضا مشوا مع الطيار طلعين حتى هما بيقول لك الأقصى ومش عارفين وكلام هما مش عارفين أنه حماس بتستخدمه موقود ولو خلصت من الموضوع لو خلصت حيكونوا هما أول الضحايا هما مش عارفين كده نعم صحيح أغلب المسيحيين الشرقيين موقفهم هو نحن ضد حماس لكن مع الفلسطينيين اللي هو أنا شايفه موقف سوي جدا السؤال الثالث إيه هي أهداف حماس إيه هي أهداف عايزة إيه عايزة تحرر الأرض طب لو تحررت الأرض اليوم حماس خلاص تتخلص من العنف لنفترض أنا كنت متمنى بما أنك أنت حاطت إسرائيل الطرف الموازي لهي القصة بدل حماس تكتب بس فلسطين وهذا السؤال بدل ما هي أهداف حماس بتمنى لو سؤالك كان ما هي أهداف الشعب الفلسطيني وبصراحة أنت أهداف حماس أنا وياك فينا فوت نقراها بالميثاق طبعوها واضحة لكن اللي أنت ما عم تتكلم عنه أو اللي ما عم يتدرس للأسف لحتى الناس تعرفه هي أنه نقرأ التاريخ من الثمانية وأربعين لو قتنا الحالي نعلم شو هو أهداف الشعب الفلسطيني فعلا شو هي أهدافه قبل ما يصير هاي التعصب الفكري اللي أنا بتتفع معه صار في أدلجة لموضوع فعلا سرقت إسلاميا القضية وصار في مشاكل وأنا قلت بالفيديو السابق أنا قلت أنا برأيي من وقت ما خسروا العرب بالثمانية وأربعين الشعب الفلسطيني خسر خالصين وكان كان تاريخيا لو لو الصهايين يسيطروا بشكل كامل على على فلسطين وما عد في شي اسمو الضفة الغربية وغزة وتهجرت هاي الناس اليوم على الأغلب كانت نسيت لأنه هذا اللي بيعملوا التاريخ والناس الأجيال الجديدة بتنسى الكرة وبتنسى الحقد وبتصير إسرائيل متل ما قتلكون دولة عادية متل الدول المجاورة طبعا بس هدوه جماعة يهود وبيصير حتى بيتمج بصير في فلسطينيا بيتجوزوا من إسرائيلي وكذا وبتركب باص انت من سوريا بتنزل على قدس زي العسل اللي همور بتنفتح لأنه هذا اللي بيعملوا التاريخ وجود المقاومة هو سبب أنه ما عم نقدر ننسى هو سبب أنه الموضوع للساعة لوقتنا الحالي لأنه فيه ناس عبدتقاوم فيه ناس موجودة وعم عبدالطالب هاي الناس اللي موجودة عبدالطالب بيحقل للطالب وهي أرضه لكن لأسف يا أصدقائي خسرتوا من الـ 48 من وقت ما ما دول التوق فاتت بالحرب وخسرت من بعد خسروا بالـ 67 بعد خسروا بالـ 37 بعد ظلوا يخسروا أربع حروب من بعد ما خسرت انتهت القضية للأسف نحن صفينا إنسان جماعة خاسرة نحن طرفين فيه هذا الإنسان ظالم اجع على هاي الأرض سيطر عليها أوكي هلأ بيطلعوا مواجهوا الطرف الآخر المدافع المقاومة من دول أرض تبعه المختصب المجرم الإرهابي ينتصر بالحرب تاريخيا اللي بيصير عددا بينتصر وبينطوى هاي الأمور والناس بتنسى الدم وبتنسى الألم وبتنسى الآلام اللي صارت تاريخيا وبلش الشعوب تندمج مع بعضه وما حدا بيتذكر بيصير أصدقائي أنتوا هلأ أي حدا قاعد بأي بلد بس أقروا عن التاريخ آخر مية وخمسين أو ميتين سنة وشوفوا التدبيح اللي صار حتى حضرتنا عديد اليوم على هاي البقعة هاي وأنا مشغل الكاميرا وحطوط لكم شاشة وعادة منفرج التدبيح اللي صار بين الناس لحتى بس شو بيصير شو بيعمل التاريخ التاريخ بينسى وبيطوي بيروح هاي الألام لكن ما صار هذا الشيء فلسطين لأنه العرب لما خسروا الدول وخسروا الحرب مع إسرائيل الإيغو تبعهم ما سمح لهم يعترفوا بأن إحنا خسرنا وهات لأخي نحوي الفلسطينيين عنا فترة معينة ولأن شو شو بصير بعدين إسرائيل شوي شوي بتسل وتسيطر عن منطقة والتاريخ بينسى وما عاد حدا بيعرف شو كان أصلا الشعب الفلسطيني عم بيعمل هون الإيغو تبعهم ما سمح لهم أعلنوني ممانعة ومقاومة وصاروا لك يا أخي خسرتهم مسح فيكم الأراضي حرب وحرب وأنتم أصلا من الحرب العالمية الأولى للتانية لوقتها وكله خسارات ومي ما حدا بيفشل تحطولي إيدكم بإيده بدنا نحط إيدنا بهتل بدنا نحط إيدنا بس تبتعهم تخسروا إتس أوفر يو لاست الإيغو تبعهم هو سبب أنه في ناس اليوم قاعدين عم بينقصفوا عم بيموتوا لأنه بوقتها ما رضيوا يعترفوا أنه نهزموا ويعملوا مساومات مع المنتصب وهو مختصب ومجرم لكن كلمة مختصب مجرم يصير بنحكي عليها تاريخيا نحنا يوم لو صار اللي صار هنا نعترفوا العرب أنه نحنا خسرنا وإنت مجرم حقير لكن تفضل الأرض لألك اليوم كنا عم نحكي عليها هل تعلم أصدقائي عم نحكي عليها معلومات عامة هل تعلم أنه من 80 سنة كان في شعب مختلف تماما أنه أصولا حتى عربية أصولا سامية هنا اسمهم الساميين هنا يتكلمون لغة السامية الآرامية والعربية والعبرية كانوا موجودين وأيام بيزنطيين هجموا العثمانيين بعد العثمانية أجد البريطان كنا حكينا عنها معلومات عامة لكن الإيغو العرب اللي خسروا ومسح فيهم الأرض وما رضي يعترفوا هو سبب أنه ما في غير عم نضخ على الممانع ومقاومة من الناس عم تولد وتموت تولد وتموت في فلسطين ثمانين سنة فنعم خسرتوا تاريخيا يا أما لقوا أحسن حل لإلكون أنتوا اللي تندمجوا مع المجتمع الإرهابي العنصري الجديدي اللي يجا سيطر على المنطقة واستعمرها بشكل غير مبرر يا أما لقوا طريقة تتوازم مع هاي الناس تندمجوا يا أما لقوا أحسن طريقة لهذا الشعب لحتى ياخد حقه ويرجع لأرضه بس تخسروا الحروب هاي كله ويمسح فيكو الأرض وظلوا عم تدعموا لي هاي الشعب لا تطلعوا وقاوموا وحندفع لكم ونحن الممانعة ونحن كزا هن عم يولد ويموت وأطفال ونساء ما دخلهم ورجال عم يولد ويموت وهن شعب الموت شعب الموت حرفيا يلي بيولد بغزة بيموت بغزة أصدقائي ما حدا بيطلع ما في أحلام بغزة أنا بقول غزة لأنني الضفة الغربية معتبرها منتهي أنا غاصين يعني يلي بيموت بغزة بيموت بغزة ما في أحلام بغزة ما في بدي أدرس ما في بدي أشتغل ما في بدي السيارة جابالي جيبها ما في موبايل جديد مننزل بغيره ببيع القديم ما في وظيء ما في أحلام بغزة أرض الموت العالم تولد وبتموت بغزة بشان الإيغول طبع العربي اللي ما بيعفوا يحلوا المشاكل لا عسكريا ولا سياسيا وآخر شي بسته تطلع من هدول الناس مجموعة إرهابية متطرفة عنصرية وبترتكب جرائم ويتصوت لها 53% فقط من هالشعب المحروقي اللي لازم 100% يصوتو لها كانوا بسه تطلع جماعة إرهابية بتعمل مشاكل كله يكون إرهابيين لكم كله يكون إرهابيين شو بدهم يلقوا ليلقوا الشعب فاصلين ما حدا واقف مع ربا لهالجماعة ما حدا واقف معهم لهدون وللأسف السبب الأساسي إنه الناس بتشوفهم ما لهم هيومنز بتشوفهم نوع أنواع الحيوانات فعلا يعني إذا بتحكي أنت العقيدة الصهيونية الأساسية بشوفهم نوع من أنواع الحيوانات حرفيا حيوانات بشرية بتجي للعرب بقى لدرجة الثانية اللي إحنا فتنا بحروب وخسرنا بسببكم ونعملنا بشوفهم شوفهم هاي تبعا أنتوا أنتوا واجهت المقاومة والشرف والقوة تبعنا أحياكم الله لك من جوه ما حدا بيهمه ولا بيدعموه ولا بيساوله شي وبيجي بعدين بيطلع لنا الناس اللي أصلا ماله مع العقيدة الإسلامية بتفكر أنه حماس هي بتمسر الشعب الفلسطيني كله بيقول لك إذا أنا لست مسلم أو أنا ملحد أو مرتد أو أنا عندي مشكلة مع العقيدة الإسلامية بحد ذاتها فهندن كمان يلا بيستاهلوا هل قصب يستاهلوا يموتوا صديق كله خلط للأفكار كله خلط للأفكار والسوء فهم لشو صار تاريخيا وشو عبصير بوقتنا الحالي لنفترض لأنا جاي على إيه معنى تحرير الأرض إيه هي أهداف حماس المادة 11 من ميطاق اللي بيوصي كل واحد يقرأ خذلك 15 دقيقة 10 دقائق روح يقرأ تعتقد حركة المقاومة الإسلامية أن أرض فلسطيني صراحة ما بيهمني هذا المقطع كله لأنه أنا ما بيهمني شو هي أهداف حماس أنا بيهمني شو أهداف شعب فلسطيني ففيني عمل لأسكيب أرض وقف فيها عاديده بالله ليس بس مسيحيين صديقي للكمش حق فيها يا يهود ملكمش حق فيها يا أي دين تاني يب بالمختصر المفيد أرض وقف إسلامي أنتو وقود تستخدمون تستغلون فقط إسرائيل فيها معبد بهائي كبير فيها الأحمديون فيها الدروس فيها كل شيء أنا ما بدافعش عن إسرائيل لكن أنا أقول ما يحصل في أرض الواقعة كدبني في المعلومة قل لي هذه المعلومة غلط ليست غلط ما فيني كدبك لأن كلامك صحيح هذا بالميثاق تبعهم هن لكن اللي عم تخلطه أنت صديقي أنت عم تقول حماس هي فلسطين هاي المشكلة أنت عم تخلط بيناتهم اللي هو بعرف أنه يمكن النقاش بهذا الموضوع لكن حتى بأحسن أحوالك أنت بتصل ل2006 تلعته خمسين برسنت هذا أحسن شيء فيك تعمله بعد كل الحرق احترقه تلعته خمسين بس هن اللي قاله إحنا مع حماس كدبني قل لي أنه هذا غير موجود اللي عم حاول أقوله حماس أنت ما لازم تقارن حماس بالصورة فلسطينية أو مجتمع فلسطيني ليس عادل لأنه أنت يمكن رد عليك كل بساطة أنك أنت بهذا الفيديو أنت أثبتل أنه حماس إرهابية ما هذا نعمل لك يا نحن عم نقول نحن لسنا مع حماس لكن نحن مع الشعب الفلسطيني لكنت عم تحاول تغطي حماس على أنه هو الشعب الفلسطيني شأن اللي بيتابع هذا الفيديو بيخلص بقول والله هلأ الفيديوهات اللي شفتها على تويتر هين عم تتقطع الأولاد وتنشوها والولد اللي عم بيبكع بنادي على أمه ومينه بعدين راح ولقاها جسة هامدة هنه وعد ما يدحق معه يعني هنه الحماس هدول أهداف إسرائيل نفس أهداف حماس بدهم أرض يهودية كاملة حرفياً صديقي أيهم حرفياً هي هيك أرض يهودية ولا مستعدين فارطه بمتر واحد منها هاي وعد الأرض الأرض الموعودة هاي لا شبر واحد من هذه الأرض لا ينبغي أن يكون لغير المسلمين تماماً مثلهم هن الصهايلي نفس الشي يهودي أو مسيحي لا يصحوا التفريط بها أو بجزء منها أو التنازل عنها أو عن جزء منها ولا تملك ذلك دولة عربية أو كل الدول العربية ولا يملك ذلك ملك أو رئيس أو كل الملوك ورؤساء ولا تملك ذلك منظمة أو كل المنظمات سواء كانت فلسطينية أو عربية لأن فلسطين أرض وقت شوف حتى سواء كانت فلسطينية أو عربية أخو بدهم يمثلوا حركة إسلامية بدولة إسلامية بشريعة إسلامية فقط إذا بتنتصر اليوم حماس ويطلع ناس بيقول لك أوكي الحمد لله أنو انتصرنا ونصرنا الله وارجعنا للأرض وحق العودة وهي الأشياء فنحن حابين نعمل سلام يا أخي مع الوقت ما فينا هاي الدولة ما فينا القضية هيك أتل خاص هاي ونعمل سلام ونبني دولة بتقدر تحوى الكل بيطلع حماس وين وين تحوى الكل حماس لا بيهم الله لا قضية عربية والفلسطينية قضية الإسلامية فقط اللي هي مثل الصهاينة الإقصائية بالضرورة وعلى أتباع الديانات الأخرى أن يكفوا عن منازعة الإسلام في السيادة على هذه المنطقة ولا واحد كله السيادة إلا الإسلام تماما مثل ما بدهم اليهود بوقتنا الحالي صديق ما فينا أقول يهود حرام اخطأت تماما مثل ما بدهم الصهاينة وأغلب الإسرائيليين ليس بالضرورة كل اليهود لكن الصهاينة هاد اللي بدهم ياء تماما لكن تقيم كلمة إسلام بتحط عواضة اليهودية وأرجيني بعدين الشمئزاز الأخلاقي اللي عندك يا أخي رشيد وانت عم تحكيلي وانت عم تقرأ هذا النص لكن يهودي عواض الإسلام وبعد ذلك حركة المقاومة الإسلامية تتطلع إلى تحقيق وعد الله اللي هو مهما طال الزمن لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود يختبئ اليهود وراء الحجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود رواه البخاري ومسلم ده في ميطاق حماس يوم القيامة يوم عندما تقوم الساعة بده تخبئ وراء الحجر بينادوله أحد الشي لما هذا الكلام أنا بشوفه مضحك الطبيعة نفسها بتقوم على اليهود أصدقائي مو بس الله مو بس المجاهدين ومقاومين الطبيعة نفسها الشجر بصير بينطع والحجر بينطع إلا شجرة واحدة والحيوانات والكائنات الحية والأشجاب والأحجار لكن في شجرة واحدة الله ما عنده سيطرة عليها فما يبدو مو الزقوم نوع واحدة ثانية فما يبدو عنا شجرة نحن عنده إله خاص فيها الغرقد نعم شجرة الغرقد مو الزقوم لأنه الزقوم هي تبع هاي نحن عنده الملاحدة بجهنم فعندنا نحن إله موجود وخلق الكون مسؤول عن كل شي لكن في إله تاني مشترك معه بالخلق بس بشغلة واحدة فقط مشترك معه بس بشجرة فنحن إذا صاحب اكتعب بعد عباد الإله لخالق كل شي إله ما عنده غير شجرة ما بيمون غير عليها هي وشو هي لليهود هاي إذا تخبه وراها اليهودي ما بتنطق هاي الشجرة لكن هاي السخافة الفكرية والعقائدية نفسها فيك تلاقيها عند اليهود لما بتسمع منه هن الأصحاب الأرض ليش لأنه الله وعدهم فيها لهي الأرض إله ما وراء الواقع تكلم معهن ووعدهم قال لهم هاي أردكم فبنرجع على نفس الشي اتنين عندهم سخافات فكرية ونتيجتها إرهاب لا يمكن وصفه بوقتنا الحالي من الطرفين إحنا مش حنتوقف عن القتل لحد ما تقوم الساعة وحيصير الحجر والشجر يقول لنا اقتلوا يهودي أهو وراها ده معناها عايزين حراروا الأرض ولا هي عنصرية تجاه اليهود انتوا حكموا بنفسكم جمالية الجماعات الإسلامية المتعصبة إنه ما عندهم حق ضد اليهود هنا عندهم حق ضد الكل حبيبي المسلمين نفسهم حتى ما بينفدون يعني في فكرة كل أشاعر بيقدروا يعيشوا إذا سلمت حماس مثلا ولا المتكلمين ولا القرآنيين جماليتهم هدول الناس إنهم ما بيطيقوا حدا ما بيحبوا حدا الجماع بس هنن وبس فنعم يعني الناس بتقول هدول عنصري ضد اليهود غلظة صديقة هدول عنصري ضد الهيومانتي كلها بشكل عام فحنعمل السكيب هلا هون دي شوف الأسئلة نصير السؤال الرابع هل تسعى حماس السلام مرة تانية السؤال التالي تبعك والسؤال الرابع يلخص بفكرة إنه ما هي أهداف حماس أهداف حماس أنا بقلك مهمة وارون كير لأنه أنا بدي أهداف الشعب الفلسطيني ما بهمني حماس شو هي هاي واحد الأربعة سؤال الرابع هل تسعى حماس السلام نو لا تسعى للسلام تعالوا نتعلم علي بعده لأنا طويل فيديو بصراحة عم بيخير بأملي شوية بالأخ رشيد السؤال الخامس هون هل الظالم حماس أو إسرائيل يجب أن تسمع هذا 1300 إسباني بحجة إنها مقاومة لتحرير المدينة جوب أنا هجابك صديقي لأول مرة أنتوا عم تشوفوا حدث تاريخي حاليا هلأ أصدقائي أنتوا عم تشوفوا حدث تاريخي لأول مرة منربح معنا الأخ رشيد مغالطة المقارنة الزائفة أنا أول مرة بربح مغالطة للأخ ليربح معنا مغالطة مقارنة الزائفة لما عم بتقول إنه الوضع اللي صاير بالمدن اللي أنت تكلمت عنه بين إسبانيا ومغرب لا يمكن مقارنة للأثنين هي مقارنة الزائفة ولا يمكن مقارنة للطرفين لأنه لما عم تكلم نحن على إسبانيا والمغرب نحن عم نحكي على ناس بغض النظر إذا نرجع من له حق الأرض عم نحكي عم نحكي عم أهل شعوب هذيك المنطقة ما حدا أجى من برة وفات على هاي الأرنة ودخل وقال هلأ بدي حارب هذول الناس فعلا هاي كانت لأسبانيا فعلا هاي كانت للمغرب وعندما عم يتناع حارب بين بعضهم زائد والأهم أنه بوقتنا الحالي بهاي الأماكن ما في مقاومة ما في مقاومة شعبية بهاي الأماكن عم تقول نحن نطالب المغرب أن تفعل ونحن نطالب إسبانيا في حركات سياسية اتفاقات سياسية قد يكون هناك حدية اجتماعية بيناتنا هذول الناس نحن عم نحبهم لكن ما في مقاومة ما في مقاومة بهي الأماكن إسرائيل وفلسطين لا تصح المقاومة لأنه نحن حرفية نحن ما عم نحكي أنه بالعصر العثماني كانوا عايشين مسلمين مسيحيين يهود وقاموا اليهود سيطر وعلقوا مسيح نحن ما نحكي على أهل المنطقة نحن ما نحكي على أنه أهل المنطقة دبحوا بعضهم اللي هن يقال عنهن الساميين متكلمين لغة الآرامية والعبرية والعراب ما عم نحكي على هدول نحن نحن عم نحكي على أوروبيين أجوا من برة على ههي البلد يمكن النقاش أنه تاريخيا الاصل كزا لكن لازم نستعمل نفس الحجة اللي قاله هو ما فينا نرجع للتاريخ هدول الناس خلاص عاشوا باوروبا وطلعوا وصاروا اوروبيين حتى بشرتهم بيضة صارت يعني انت اليوم ما فيك اتميز اللي عبري من الارامي من العربي لانه لما اظن فاكرز داي اول لوك دا سيم وكلهم بيحكوا اللغات نفسها ما فيك اتميزهم وهي صارت ايضا بالاثمانة واربعين وحتى بتسعة واربعين كانوا اليهود ما كانوا عم يدبحوا بالعرب دبحوا بعض اليهود ايضا لانو داي اولوك دا سيم فانيويس هدينك طلعوا ونهاجروا وصاروا بدول تانية وصاروا عندهم جنسيات واعراق تانية وتقاليد تانية واللون البشرة تبعا متغير باوروبا هدول ياجوا من بعد مئات السنين سافروا ونزلوا بدون يجوا على هاي الارنست صار اسمهم محتل مستعمر اللي هنين ايضا ما اذوا فس المسلمين بهي المنطقة اذوا اليهود واذوا المسيحيين الموجود بهي المنطقة فما فيك تقارن شعبين عبت قاتلوا بين بعضهم على ارض فعلا كانت لواحدا بيناتهم وناس اجوا من بره دخلوا لهون وسيطروا على ارض وقالت هاي الارض لانه هلأ وانت عم تقول مقارنة نفسها لا تستوي صديقي لا تستوي المقارنة اغلب الناس يتفكر لما بنقول الارض فلسطينية هاي المنطقة يفكروا للمسلمين فكروا انها هي ارض ووقف اسلامي متل ما كانت حاكي يا حماسنا شوي نو ارض فلسطينية لا اهل فلسطين اهل فلسطين هن مسلمين مسيحية ويهود وعراق تانية وديانات تانية مختلفة لكن الاساس طبعهم مسيحية ليست ارض مس تماماً إذا بنا نحكي عن حماس هن اللي بدأوا ولا يلا عن أبوهن كمتل ما قال باسم يوسف نص أم حماس يا أخي نحن إذا بدأك حط الصراع حماس مع الدولة معك نحن نص أم حماس من 2006 عم بيعملوا مشاكل لعنهم الله لكن هاي قاعدة نفسها عطيتني إياها أنت من شوية من بدأ ما عم بحكي عن 7 أكتوبر اللي فاتوا دباحوا الناس عم نحكي على 48 من النكبة من بدأ أخي رشيد القاعدة تبعك أنت نفسها عطيني إياها من بدأ أنا عم بستنى يحكي أي شيء واقعي ما بدأ سلبي أي شيء واقعي عن الصهاينة كليز معبل لك اليهود اللي عمل لك إسرائيل حتى الصهاينة السؤال الأول بالنسبة لإسرائيل كيف تكونت دولة إسرائيل الناس بيعودوا يقول لك دخلوا وأخذوا أردنوا حتى كانوا من المريخ نزلوا من المريخ جاء مثل احتلال فرنسا للمغرب يعني فرنسا عندها دولة خاصة بيها ودخلوا للمغرب وأخذوا لا ما حصلش كده هونتر بحانا مغالطة تانية اللي اسمها هي الاحتكام بالاستهزاء اللي أبيل تو ماكوري فالسي الاحتكام بالاستهزاء أصدقائي هي لما أنت بتتكلم بطريقة سخيفة على فكرة معينة اللي تبدو على أنها لا يمكن أن تحصل أو لا يمكن أن توجد بمعنى اتخيلوا لو مثلا نرجع 150 سنة لأورا يجي مهندس سيارات ميرسيدس يشرح لي السيارة شلو هم بتشتغل فأنا بوقتها قاعد مع جماعة بحياته لا شايفين سيارة لو بيعرفوها فبتستهزئ فيه لأنتصر بمعنى أنت عم بتحكي لي أنه معادن معينة بتجمعه وبتركب له شي شو قلت لي اسمه محرك عم بتصير بتمشي على أربع دواليب شو بتجنون انت وبتطلع وراي جي وكله هو بيساف قولي الزاد مجنون بيوقفوا معي ليش هاد احتكام بالاستهزاء أنا بستهزئ فيه لأثبت أنه هذا الشي اللي حكا لا يمكن أن يحصل أو لا يمكن أن يوجد وأغلب الناس بتصفق وراها لأنه عادة اللي بيصير أنا بحب الأخ رشيد وهو استهزئ بفكرة معينة فأنا ما بدي أوقف ضده شو ما يبين أنه أنا غبي لأنه هو قال لك شو نزله من المريخ فأنا لازم اسكت وقول معك حق أخ رشيد لأنه عادة ذلك أنا عم قول هنا فعلا لأتوا من المريخ هاد هاي الاحتكام بالاستهزاء صديقي الفكرة أنك انت إيمك عن المريخ استبدأ كلمة مريخ بأوروبا هل هم من إجوا من أوروبا وإجوا على فلسطين فجأة وسكنوا فيها؟ جابي نعم بس استبدأ المريخ بأوروبا اللي هي تعتبر alien تعتبر منطقة غارجة ما يسمى alien الناس اللي بيجوا من دول تاني اسمهم بالإنجليش فهنن إجوا من منطقة هنن غريبين عنها ليست لهم ليست أرضهم الرحلة اللي إجوا فيها اسمها عنوان الرحلة ناس من دون أرض اللي هنن اليهود تبع أوروبا ناس من دون أرض اعتبرون لأنه تهجروا بسبب النازيين الرحلة اسمها ناس من دون أرض لأرض من دون ناس فلسطين كان اسمها أرض من دون ناس أصدقائي كان فعيش فيها اليهود والمسيحية والمسلمين وجميع الأطياف سموها أرض من دون ناس A land without a people for a people without a land هاي العنوان تبعها فنعم بس يمكن يتمري حط أوروبا بيصيروا أجوا من أوروبا صديقي ده وضع خاص كان في الحكم العثماني بعدين حصل حرب مع بريطانيا غلبت بريطانيا خصوصا بعد الحرب العالمية الأولى طبعا بريطانيا ما غلبت بريطانيا غلبت لأن العرب غلبوا صديقي بريطانيا ضحكت على شريف مكة أقنعته يفوت بالحرب وضحكت على الصهاينة أيضا أقنعته أنه يدعموها ماديا لأنه كانوا أغنية وفازوا هن الأهل المنطقة فازوا على العثمانيين فبريطانيا آخر شيء وهذا اللي تكلمنا عنه بالفيديو السابق اللي هو وعد آفر بيلفور اللي قال لهم للعرب الأرض لح تكون لإلكم إذا انتصرنا قال لهم للصهاين الأرض لح تكون لإلكم إذا انتصرنا لكن بالحقيقة هي الأرض لبريطانيا لأنه بعد ما انتصروا بريطانيا حكمت الأرض 30 سنة أو 40 سنة حتى زماني مأخطي أخذت الأرض هي ليش؟ لأنه في عنا عهد الثالث سري كان سايكيس بيكو الأرض هنم بدون ياخدوا ويتقسموها مع الفرنزيين فنعم انتصرت بريطانيا عثمانيين ليس كذلك العرب هنم ينتصروا بدلوا نضحك عليهم سأ غلبت بريطانيا مسكت المنطقة كلها وقصموها إلى دول كل الدول ابتدأت في النشوء وقتها سوريا نشأت لبنان نشأت كلهم ابتدأوا في العشرينات لبنان عندك الأردن عندك ابتدأ كل واحد كل مجموعة تكون دولة لها كان في انتداب بريطاني على أرض فلسطين الأرض تسمى فلسطين اليهود كانوا يسموها أرض إسرائيل بريطانيا عملت لأنه الاتنين كانوا يشتكوا كانوا عايشين مع بعض بريطانيا قالت لهم خلاص هعمل أخذ بخطرك أنت وأخذ بخطرك أنت الأرض أسموها فلسطين لكننا العملة سنكتب وحتى الوثائق الرسمية نكتب فلسطين الأرض ما كانش في دولة اسمها فلسطين الأرض الرقعة الجغرافية فلسطين ونكتب أرض إسرائيل بالمختصر نعم هي مثل ما حكينا مثل ما بيقولوا بلاد الشام كلمة معروفة ليست بالضرورة دقيقة لكن هي اسمها أهل أرض فلسطين وأهل فلسطين هاي هذا الوصف تبعهم الوثائق الرسمية أقول لهم حنعمل كذا في بعض حتى بعض العرب كانوا اقترحوا تسميها جنوب سوريا أو سوريا الجنوبية سوريا الجنوبية كان هناك خلاف على الاسم نحن لبنان ما قدرنا نسميها سوريا الجنوبية وحتى نسمي فاصلا في 1917 جاءت رسالة مبعوثة لواحد من وجهاء اليهود في إنكلترا وقالوا لهم أنه آه سننظر في هذا الأمر أنه يكون فيه هاي بعد ما اتفقوا قادة اليهود أنه ينزلوا على القدس ينزلوا على الأرض الموعودة لأنه كانوا على الأغلب ينزلوا على الأرجنتين وفيه ناس أغلب ينزلوا على ألاسكا وفيه ناس كانوا ينزلوا على واحدة من الدول الأفريقية لكن آخر ينزلوا على هاي الأرض أحسن لأنه مسيطرة عليها بريطانيا وبريطانيا عم توزعها كأنه أرض إما لبريطانيا كأنه هي الأرض لهم ملك وطن خاص باليهود في 1947 اقترحت الأمم المتحدة أنه يكون فيه وطن لليهود ووطن للعرب العربي يخذوا هذه الأماكن واليهود كانوا منتظرين أنه خلاص حيكون لنا وطن والعرب حيكون عندهم وطن ونعيش إلاجا ببعض بس ممتاز عم نحكي عن 48 عن النكبة لنذهب أول ما أعلنوا هذا التقسيم العرب تاروا صارت مدابح ما بين الاثنين هذا يضرب وهذا يضرب وهذا يضرب صار في حرب طرق صار في مجازر صار في قتل بين الاثنين قال لك لا اليهود ما يكونش لهم أرض ليه لأنه فكرة أنه دي وقف إسلامي صديقي هون بلش بقى يبين التحيز الفكري تبعه للأخر رشيد بلش بيين شوية التحيز الفكري أنت ما حكيت بشكل سلبي أبداً على ناس جايين من برات الأرض عم بيحاول يقعلنوا الأرض لإلهم ما حكيت أبداً لو أنت عم تحكي عن اليهود تبع الأرض نفسها ساعة أقول لك زي العسر نعم اليهود نفسهم يلي كانوا عايشين هنا الأهل فلسطين يعلقوا مع العرب ساعة منها أنت عم تحكي على يهود يجو من أوروبا بيض يهود بيض يجو من أوروبا صديقي ومرأت ليها تبعا وعلقوا مع بعض والتفاقوا ما التفاقوا لا صديقي يجو مستعمرين من بره قالوا نحن بنا نأعلن هاي أرض دولة إسرائيل اسمها اسمها دولة إسرائيل قالوا لهم بناخد لأننا 53% من الأرض مع سلطة عسكرية وسياسية تامة على الدولة لأنه اسمها بلد إسرائيل وأنتو بتاخدوا 47% لإلكون وهيكو بتعيشوا زي العسل أنت عم تحكي على مستعمر جاي من بره ما دخله بالأرض عميرين جاي من بره عبي يختصوا هاي الأرض للناس عبي يظلمون وحاولون الأقلية ببلدهم نفسها وتقل لي علقوا مع بعض وهن اللي بلشوا لما العرب رفضوا سياسيا رفضوا هذا الاتفاق شو عملت الحركة الصهيونية بلشوا يدبحوا بقى بالضياع ليش؟ لأنت سأل نفسك ليش تهجروا فلسطينيين بمئات الآلاف على الدول المجاورة ليش مو اليهود هن اللي تهجروا وبلشت الحرب بلشت الحرب لأ كأنه اجتمعوا العرب مع اليهود بلشوا يتقاتلوا نو صديق لي غدر صهيوني يجا وبلش يقتلوا هدون الناس وصارت تهرب العرب الفلسطينيين بلش يهربوا بمئات الآلوف عم يتهجروا وكانوا ليش؟ لأنه خايفين من الإجرام الغير متوقع وغير مسبوك وغير معلن ما لحرب كانت انت وصفتك أنه حرب 48 سال ومن بعد ما صارت هاي الجريمة اليهود أعلنوا استقلالهم بدولة مستقلة نسبتها ما يقارن 77% بالمئة من الأرض والعرب أهل الأرض الأساسيين صار لهم الأقل صار لهم 33 أو 23 أفوان لهم 23 من الأرض لأنهم يا هذي نحن نسميه الضفة الغربية وقطع غزة هذا اللي صار شلم تمرق عليها انت كأنه حرب متكافئة بأسباب مبررة حصلت فجأة هون بيبين بقى بتحيوز الفكرة وعلى آخر شي ده ولا حتكلم عنه أكتر بنهاية لكن حابب اسمعه أكتر لحتى استنتج كام يكون عندك كام يكون عندي لا ممنوع اليهود يكون عندهم دولة خاصة بهم دي أرض عربية إسلامية ممنوع اليهود يكون عندهم أرض لأنه ليست أرض يهودية صديقي هاي وليست أرض إسلامية ما حدا جاب سيرة الإسلام بهذاك الوقت أرض فلسطينية لأهل فلسطين سميه شو ما ده تسميه ما فيك بهذاك وقت ما فيك كنت تسميه أرض أنت حصرا لديه معين لأنه مختلط الأديام بهذه المنطقة دي كان في الأول عملوا عليهم أول ما أعلنوا تاني يوم 15 مايو 1848 الحرب أعلنت إسرائيل طالما أنه ما قبلوش كانوا مستنين ويقبلوا حل الدولة أعلنت إسرائيل حرب 48 ما قبلوش أعلنت في أي مستقلة أنه في دولة إسرائيل العرب عملوا عليها حرب شايفين حتى هو عم بتلعثم يعني شفتوا الثقة بكلامه هون والشدة والوضوح هون عم بتلعثم صار أخ شريف مع الآخر أشيد السبق شريف صار عم بتلعثم الآخر أشيد بالكلام لأنه عرفان حاله هو عم بيمرئ شي هو عرفان حاله عم بيمرئ شلون أي إنسان واعي محايد بيتكلم عن اللي صار بالـ 48 وما بيطلع بنتيجة واحدة فقط أنه هادول الجماعة اللي يجوا من بره المستعمرين ظلموا أهل الأرض انسى القضية وانسى العرب والإسلام وانسى كل شي أنت إيما هاي فلسطين تخيل حالك بمنطقة ثانية بأي بقعة جغرافية ثانية واطلع بأي نتيجة ثانية غير إنه هادول الجماعة الظلم وأهل الأرض الأساسيين عم بيتلعثم بالكلام لأنه بيطوية من تحت بنناسبة بشوف حركة هاي مع أنها رخيصة إعلاميا لكن أخلاقية لأنه الأقل أخلاقية إنك أنت تقول لا هن اللي يرتكبوا وهن اللي أجربوا وهن اللي يستعمروا وبيحقل لهم هاي لسه الإجرام الأكثر مفهوم أنه هو عم بيطوي عم بيتلعثم بالكلام شان يمرق يرجيك مثل بأن الإسرائيلين فجأة علقوا مع الدول الطوق هذا دي إنه هو بيعرف ضمنيا إنه حركة غير أخلاقية هو بيعرف ضمنيا وهذا شيء إيجابي لكن للأسف إعلاميا مقرف لو كلامك صحيح ده معناه إنه السوريين في مصر مستعمرين آه أصدك اللاجئين نعم هنه أوروبا لما أجو اليهود من أوروبا هنين كانوا لاجئين بفلسطين وفي منهم اشتروا الأراضي بطريقة محايدة جيدة أبما يكون في مشاكل وقضايا نظام يمتلكوا الأرض واستثمروا وعملوا لكن لما أعلنوا الحركة الصهيونية وليس بضرورة يهودية إنهن الصهاينة هنا المشكلة لما أعلنوا الصهيونيين إنه هاي الأرض لازم تكون أرضنا نحنا وتكون أرض إسرائيل اسمع ومع الأيام بده تصير حسراً يهودية هون بلشنا بالاستعمار ومشكلة فلما عم تقولي ده معنى أن السوريين في مصر مستعمرين نو السوريين بمصر هلأ اللاجئين ليسوا مستعمرين ولكن إذا بتطلع جماعة سورية بتسيطر على القاهرة وبتأعلنها دمشق الجديدة وهدفها يكون السيطرة على مصر كلها ساعة أنا عم بقولك السوريين بمصر هنه مستعمرين أو حركة استعمارية واستعمروا قاهرة لكن مو هذا اللي حصل لو اليهود اللي إجوا من أوروبا مع أنه عدادهم هائلة كانت وما بتتحملها فلسطين لكن لو أجوا بصيغة لجوئية إنسانية وحابين بس فقط يحموا نفسهم من الموت النازي كانت الأمور تاريخية أنه بوقتنا الحالي أفضل بكثير لو ما أعلنوا لو ما حطوا إيدهم بالإيد الحزب الصهيوني اللي هو مدعوم من بريطانيا لو ما حاولوا يؤعلنوا هاي الدولة اللي إلهون كانت يا كانت اليوم للساعة اسمها أرض فلسطين وكل اللي منعرفه نحن بين سوريا ولبنان والأردن ومصر منعرف أنه هاي منطقة مميزة عن الدول الأخرى بأنه فيها أنلوان كتير فيها يهود فيها عرب هنا العرب يعتبر اليهود فيها يهود فيها مسلمين فيها مسيحيين أرنى ملونة بطريقة جميلة لو أجوا هنه كلاجيئين وظلوا كلاجيئين لكن مو هادل بالدنيا هنهن أجوا كلاجيئين بعدين أعلنوا أن هاي الأرض لألهم نفس السؤال مين اللي بدأ بالحرب إسرائيل أم العرب إسرائيل لأنه إسرائيل هي اللي هجرت ليش ما حكيتلي شلو هتهجروا فلسطيني واندبحوا صديقي وهذا ودير ياسين اللي صار فيها والضيعة الأخرى يلي هي بسببها بلش الحرب يعني هو عم بيحكي لك شو عم بيحكي لك آخر شيد كأنه بريطانيا أعلنت أن اليهود لازم ينزلوا على فلسطين أم فاتوا اليهود على فلسطين كلاجئين أم قامت دول ضد طوق عملة حرب لا هذول الجماعة أجوا لاجئين ارتكبوا مجازر وهجروا مئات الألوف من الأهل الأرض وأعلنوا الأرض لألهن دولة إسرائيل أم دول الطوق قالوا أوكي هذا هو عارف فمين برأيك بلج بيقول آخر شيد هلأ تخيل اللاجئين اللي عادين بسوريا بسوريا أوكي نتخيل اللاجئين اللي عادين بمصر فاتوا على القاهرة جماعة معينة وجابوا دعم جيد من دول خليجية وسيطروا على القاهرة ودبحوا هجروا أهلا وأتلوهم وأعلنوا القاهرة دمشق الجديدة لأي لهم سموها دمشق نمبر 2 أم الطوق المصري اللي هي مصر نفسها أم الحكومة المصرية والجيش المصري أعلنوا الحرب على هذول الناس وفاتوا اللي يتبحوا المستعمرين تبع القاهرة مين برأك بيكون بلش مصر تكون بلشت الحرب حسب منطق رشيد مصر هي اللي بلشت الحرب الجماعة هنن قاعدين بحالهم بس تبحوا أهل قاهرة هجروا وسيطروا على القاهرة وأعلنوا دمشق الجديد ويلمشكل بالموضوع لو ما تقدروا تسألوا السؤال ده ملناش أي كلام مين اللي أعلن الحرب على التاني إسرائيل ناكست 48 اللي سموها نكبة 67 اللي سموها بسموها الاستقلال هنن العرب بيسموها النكبة إسرائيلي يسموها استقلال لاجئين إجوا على أرض اعلنوا استقلال لهم برو وتعاً بتسألني مين بلش الحرب ومستمر على حد الآن اللي بنسميها الفاكша أو سميها أي شيء تاني أو السؤال التاني هو qué 48 اللي سموها النكبة 67 اللي سموها النكسة ومستمر reality اللي بنسميها الفاكسة أو سميها أي شيء تاني مرْ الفكسة لقاها نكتة بتضحك أول واحدة اسمها النكبة بعدين النكسة بعدين الفكسة قال لك الله بوقتنا الحالي الناس اللي عم تموت اليوم المدنيين اللي عم يموتوا بغزة بالبرد والقرف والجوع اللي عم يشوفوا ولادهم وأمهاتهم وولادهم عم يعانوا اليوم ومقطوع عنهم الكهرباء والمي وانترنشان بحد يعرف شو عم بيصير نازلين فيهم قصف عم بيموتوا صاروا شعرين ألف ميت بطلعت معهم نكتة الفكسة بوقتنا الحالي قال لك هاي لازمة اسمها الفكسة يلي أنا بصراحة أنا ما عندي بشكل مع الكوميدي والدارك كوميدي بس إتس تو سون أخي رشيد مو هلأ بعد عشر سنين من اليوم بتقولوا بالسبعة أكتوبر الفين وثلاثة وعشرين أعلنت حماس الحرب وسميناها الفكسة تمرق ساعتها مو اليوم الناس عم تعاني اليوم حبيبي هذا سو تشيب كدير كدير يعني أنا ما عندي في داعي كفي بصراحة لحوقفه هون من بعد الفكسة والنكتة المضحكة جدا لأنه بصراحة ما قادر تتماسك نفسي لأنه ما بتضحك فحوقف الفيديو هون شامس أخد راحتي إضحك عليها وإرجع بعدين بعد ما نخلص ضحك نتكلم عن الموضوع ما توقعت هذا الموقف من أخ رشيد أنا عادة بعرفه إنسان محايد بعرفه إنسان بيعرف يفصل تماما بين ما هو منطقي ومبرر وغير مبرر بغض النظر عن موقفه الدينية وغير الدينية ما توقعت هذا الشي ما توقعته يوقف مع غزة أيضا بصراحة عرفونا مع غزة توقعته يوقف لكن مو مع حماس ما حدا أنا ما بتخيل إنسان سوي يوقف مع حماس بوقتنا الحالي حركة إرهابية ما لازم يوقف معها لكن لازم تكون مع الشعب الفلسطيني لأنه هاي الشغلات والناس اللي بتقول لا يجب أن تكون مؤمناً ولا مسلماً أو يجب أن تكون إنساناً لا ما في دعا حتى بس كن عليك إنسان سوي هازم يكون عندك إنسان بتفكر مع مين لازم توقف اليوم بكل بساطة أنا ضد الصهاينة والاستعمار اللي عملوه ضد حماس والرهاب تبعهم أنا مع الشعب الفلسطيني أنا موخي مع الشعب الفلسطيني متمنى متما حكيت فيديوهات سابقة لو يندمجوا بدولة علمانية ويمضى التاريخ ويننسى الألم والدم وريحة الدم للساعة موجودة تروح تروح ريحة الدم من المنطقة ويندمجوا مجتمعات بعضها وصير دولة جميلة في ألوان مختلفة وننسى بقى خلص نصير هل تعلم زكريات يا ريت لكن ما حيحصل هذا الشي لأنه المسيطر اليوم حماس على الساحة لا يمكن ما في شي اسمه علماني ريتوا الملاثيق لكننا عم نشوفها اليوم والصهاينة كمان ما في شي اسمه علماني لأن الصهاينة الهدف تبعهم ديني مثل حماس هذا هدف ديني الأرض لألنا وأرض وقف للمسلمين يجب أنه حررها كل شبر وكل متر وهدول يهود أرض موعودة من الله وأميركا حتى نفسها ما لا مصلحة تعمل دولة علمانية أميركا لأنه حتى المسيحيين تبع أميركا دعمين إسرائيل لأن الأصدقاء اللي ما بتعرفوه أنتو البطل الأميركي اللي فجأة طلع وسيطر على الساعة هي الفكرة لما بلشت المشاكل بالحرب العامية الأولى ومن بعدها بالتانية بريطانيا هي كانت صاحبة الموقف بريطانيا هي اللي كانت عم تدعم الصهاينة وليس بضرورة اليهود الصهاينة المستعمرين من الخارج عم تدعموا اللي يسيطروا على الأرض في فترة هيك بفترة نشأة الأمم المتحدة ب1946 45 هيك في فترة اختفوا البريطانيين وفجأة أجت أميركا محدة سأل حاله ليش ليش أميركا أجت عليه المنطقة شو مصلحة أميركا مصلحة أميركا بالمنطقة إنه بدن بدن دولة بتكون بنص الشرق الأوسط مستعمرة أميركية لألهون استثمار رائع لألهون هنن لأنه لو إسرائيل مو موجودة ببعدكم كانوا كانوا عملوا حرب وخلقوا إسرائيل على الأغلب كانوا أخذوا لبنان وسأوا مستعمرة أميركية هيا عندي نظريات خاصة فيها منحكيها في فيديو تاني فهنن بدن بدن معسكر إسرائيلي بهالمنطقة فلو إسرائيل جاهزة وبريطانيا تخلت عنها وعلى أغلب العرب فايتين دبحوهم وياكلوهم لأنه ما في حل ما حدا بساعدهم أم قال لك لا تعاوين إذا حدا يفوت عليك ببيني لك جسر جسر هواي أنا لحتى دعمك حرب فاتت أميركا حرب مع العرب كرمال إسرائي ليش؟ لأنه استثمار رائع لألهون وشلون قدروا يضحكوا على الشعب تبعهون يهو الشعب الأميركي بتعرفوا أنتو إذا بيضلوا بنقوا على الضرائب بيضلوا بنقوا على القصص أميركا مشبورة تخضع أو الحكومات مشبورة هونيك تخضع لكن ساعدين كانوا ليش؟ لأنه مو بس الحكومة بدأ مستعمرة أميركية المجتمع الأميركي المسيحي بأغلبية مسيحية هنن أيضا مع الدعم الإسرائيلي لأنه مفكرين إذا بندعم اليهود ليقطلوا العرب وبينقطلوا العرب وبيطلعوا من هاي المنطقة وبيسيطروا اليهود قام بيصير الرابشر بتجي العودة تبعا يسوع انتو بصفو تكتبوا evangelicals على اليوتيوب وإسرائيل بس تكتبوا هدول المبشرين تبع تلفزيون بيعلموا الشعم الأميركي أنه نحن لازم نجمع تبرعات لهدون الناس لأنه لما بيقطلوا العرب وبيطلعون بيرجع المسيح بصير عنا الرابشر لهيك الأميركان لقوا دعم لهيك العفوا الحكومة الأميركية عندها دعم غير مقطوع من سنين لأنه المجتمع نفسه واقف معهم فأميركا كحكومة إلى مصلحة بالمنطقة وكشعب مع بجعها راسة لأنه أغلبية مسيحية مفكرين حيرجع مسيح إذا حررنا إسرائيل إذا أعلننا دولة إسرائيل بشكل رسمي الإحصائيات بتقول إنه أميركا بتبعت سنويا بتبعت لهم 3.3 بليون دولار 3.3 بليون دولار بتبعت لهم سنويا نص هذه التبرعات هن من الكنائس والجماعات المسيحيين يلي معهم مصاري كتير وعن بيدفعوا تبرعات ليش؟ شعن الرابشر أصدقائي شعن العودة تبع المسيح تجي فعندهم دعم حكومي وشعبي على ما يبدو من الأخ رشيد إذا أنا بدي راهن على شي ما عندي دليل عليه على ما يبدو الأخ رشيد مصلحته مع المسيحيين الغربيين أو خلينا نقول مصدر ساعاته مع المسيحيين الغربيين وليس مع المسيحيين الشرقيين لأنه مسيحيين الشرقيين أغلبهم مع أهل فلسطين ضد حماس مع أهل فلسطين وأغلبهم ما معهم مصاري كتير يعني بتعرفوا أحوال ماردية بشكل أوسط أصدقائي والدول تبعنا شبال أفريقيا لكن مين يلي بينطبق معه الكلام نفسه اللي عم بيحكيه الأخ رشيد أنه الأرض بحق أنه إسرائيل بحق لا تعمل يلي عم تعمله والأرض اللي هون عم يبدو وهن الحماسي اللي بلشت هاده بيتماشى مع الناراتف الغربي المسيحيين الغربيين يلي بدهم يدعموا إسرائيل لحتى يرجع المسيح هذا الشي محزن محزن جدا بلكن النكسر صغير اللي شفت بكلامه لما غص بالـ 48 وما عرف وصار يمرئ الأمور على الأساس هو ما بيعرف شو صار هو وراء دارس التاريخ وبيعرفوا أكتر مني ومنكنوا عرفان شو صاير لكن أخلاقيا ما أدري يقول شو عملت الصهاينة مع الفلسطينيين ما أدري يقولها فبنا لك سيناريا وهمي من الجماعة أجوا مختربين أم أعلنوا عليهم الحرب دول طوق وقالوا لهم خلاص منا نقتلكم هذا السيناريا الوهمي اللي بناه هو فنعم فيديو محزن جدا كتير خسر بنظري احترام اللي بعرفنا هو شي ما بيهمه هذا يعني هو ما حيروحي ينام مزعوج اليوم Oh my God قصي بيطار ما لهم احترمني ما بيهمه هذا الشي أبدا أكيد لكن أنا كان عندي صورة معينة لأخر شي اختلفة تماما بعد هذا الفيديو